موسيقى السلام عليكم أعزائنا طلاب الصف الخامس العلمي ودرس جديد من دروس الفيزياء من فضايا العراق التربوية نرحب بكم أفضل ترحيب درس اليوم سيكون عن الفصل الثالث اللي هو الحركة وقوانين أو تطبيقات قوانين الحركة اتعرفنا في درس سابق أو في فصل سابق عن الحركة بنوعيها أو بعلم الميكانيك بنوعيه علم الكانمتك وعلم الدانمك درست خلال الفصل الثاني الحركة وقوانين الحركة وعرفت أنه أنا هنا مسألة عن مسببات الحركة في فصلنا الحالي رح نتعرف عن قوانين الحركة ومسببات الحركة اللي رح تكون عندك في قوانين خاصة دعائلها العالم نوتن وهذه القوانين اللي نشوفها في تطبيقات حياتنا اليومية بشكل مستمر وفي تطبيقات الصناعات وإلى آخرين مفهوم الحركة أو قوانين الحركة اللي رح تجيه هنا لازم تنتبه على أول مسبب لهذه الحركة وهي القوة نتعرف على مفهوم القوة تعالوا إياه نشوف اللي ما موجود عندنا في كتابنا في الكتاب رح أجيه أشوف أنه أنا هنا عندي مفهوم القوة وأنواعها مفهوم القوة أنا هنا القوة هي مؤثر يغير أو يحاول أن يغير من تغيير الحالة الحركية للجسم فهي مؤثر يغير أو يحاول تغيير الحالة الحركية للجسم أو شكل الجسم وسلوك الأجسام وتعتمد محصلة القوة المؤثرة فيها مثلا عندما تعتمد على محصلة القوة فيها عفون رح شنو هنا تعتمد أنا أشوف هذا الشكل الشكل للاعب الكرة لاعب الكرة من دير كل الكرة في قوة أو بقوة رح يتحكم بمقدارها واتجاهها نحن نعرف كل زين عزيز الطالب أنه أنا القوة من الكميات المتجهة الكميات المتجهة التي تكون لها مقدار واتجاه أنه أنا إذا أثرت بمقدار معين رح أجي أشوف أنه أنا يحتاج إلى اتجاه والاتجاه يوصف لي بالحركة إذن القوة هي المؤثر الذي يغير من شكل أو حجم أو حالة الجسم الحركية والقوة هنا رح نشوف نتعرف على أنواع القوة بعدة أنواع تعالوا شوفوا يا أنا إيش عدنا من القوة القوة اللي عندي آني هنا لو أجي أشوف الكميات اللي صارت عندك من الأشكال اللي عندك نعرف إحنا لزيين هذا هماتين ما نعرج عليه أنه آني القبان الحلزوني من أجي أقيس هذا القبان الحلزوني اللي يقيس للقوة رح يقيس لي مقدار القوة واتجاهها هنا هو الاتجاه إلى الأسفل من قياس القوة هو القبان الحلزوني أفوا والوحدة اللي قاسها هو حسب العالم نيوتن أو وحدات القوة رح تكون نيوتن رح أشوف أنه آني تطبيقات القوة أو القوة المؤثرة موجودة أكو قوة تأثير مباشر وأكو قوة تأثير غير مباشر لو أشوف هاني هاي القوة اللي شكلها أمامك رح أشوف أنه آني قوة مباشرة مثل سحب الحصان للعربة هذا بشكل مباشر رح يسحب لي العربة بشكل مباشر مثلا عندك القوة اللي عندك مثل هذا الشكل قوة الدفع وقوة السحب وقوة الشد تكون باتجاهين متعاكسين إلى الخارج وقوة الكبس بتكون بقواتين أيضا متعاكستين بالاتجاه إلى الداخل قوة التدوير تدوير الأشياء أو الأجسام اللي رح تكون هذه قوة التدوير وإضافة إلى قوة اللي اللي نستخدمها في اللي المعادن المستخدمة رح نشوف للقوة أنواع عدة وتأثيرات كثيرة تتضمن الدفع والسحب والشد والكبس والتدوير واللي كما في الأشكال اللي لاحظناها قبل قليل وبذل ما قلنا أنه حسب النظام العالمي للوحدات رح تقاس وحدات القوة بوحدات النيوتن النيوتن تبسيطها إلى الوحدات الأساسية أو الوحدات حسب النظام العالمي للوحدات هي الكيلوغرام مضروف في متر على ثانية تربيع وهذا الكيلوغرام في متر على ثانية تربيع إن شاء الله نتطرق عليه بشكل واضح ننتقل إلى أنواع القوة تقاس القوة ببواسطة القبان الحلزوني وشفنا أن القبان الحلزوني هذا الشكل القبان لاحظ أن هذه الكتلة مسحوبة بمقدار الجاذبية الأرضية فصار عندي هنا قرالي مقدار القوة واتجاهها إلى الأسفل تسمى هنا نهبن القوة القوة التماس قوة التماس أي التأثير المباشر زين أكو قوة ثانية غير تأثيرها مباشر نعم عندي القوة الموجودة قوة الجاذبية أو قوة التجاذب الكهربائي أو التجاذب والتنافر الكهربائي والتجاذب والتنافر المغناطيسي هذا القوة تكون تأثيرها غير مباشر من آن أي الأجسام تسقط إلى الأرض بفعل قوة الجاذبية وإذا قربت قطبين مغناطيسية إذا متشابها راح أشوف بياناتهم تنافر وإذا مختلفة راح أشوف بياناتهم تجاذب كذلك الحال في القوة الكهربائية إذن تعالي نشوف هنا أنواع القوة اللي موجودة بالطبيعة أربعة هذه من القوة راح نشوف بهالأشكال اللي خليليها بالكتاب يقول من المعروف أن للفيزيائيين حتى وقت قريب وجود قوة أساس في الطبيعة هي قوة الجاذبية وقوة الكهربائية والمغناطيسية وقوة النووية حتى نتعرف عليهم بشكل أدق راح أجي أشوف أولا القوة الجاذبية قوة الجاذبية هي قوة التجاذب المتبادلة بين أي كتلتين في الكون وهذه القوة يمكن أن تكون قوية جدا بين الأجسام المنظورة مثل القوة الجاذبية التي تؤثر فيها الشمس على الأرض ألاحظ أنه أنا هنا الجاذبية طبعا هذه الصورة افتراضية أنه دا أشوف أنه أنا أكو قوة جاذبية إلى الأرض من الشمس وإهنا راح تبقى الأرض تدور في مدارها حول الشمس على الرغم أكو بعد كبير راح نتعرف عليه بقانون نتطرق إلى قانون الجذب العام وبدورها سوف تسلط قوة جاذبية على الأجسام فوق سطحها يعني أنا الأرض هي أيضا راح تسلط لي قوة جاذبية على الأجسام التي موجودة على سطحها من أني عندي أي جسم يسقط إلى الأرض حتى الهواء مجذوب بفعل جاذبية الأرضية لأن كل الأجسام التي موجودة عندي هي عبارة عن كتل مجذوبة بجاذبية الأرض أتعرف على القوة الثانية إذن أنا تسمى قوة هذه القوة تسمى قوة الجذب التي يسلطها الكوكب أو القمر على الأجسام القريبة منه بدون وزن هذه تدعى بقوة الجاذبية النوع الثاني مثل ما تطرقنا سابقا أنه القوة الكهربائية والمغناطيسية وهاي أمثلتها مرت عليك في سنين سابقة بدراستك للكهربائية والمغناطيسية أنه أن الكهربائية تنشأ كهربائية ساكنة بين الأجسام الموجبة والسالبة والموجبة والموجبة تتأثر بقوة التنافر والتجاذب التي درستها مسبقا بقانون كولوم يقول كل شحنتين في الفراغ تجذب أحدهم الأخرى وتؤثر أحدهم الأخرى على قوة بقوة تتناسب طردياً محاصل ضرب المقدارين وعكسياً مقتار الشحنتين وعكسياً مع مربع البعد بينهما إذن أنا درستها الكهربائية الساكنة بين تجاذب بين الشحنات المختلفة وتنافر بين الشحنات المتشابهة أجي أيضاً عن القوة المغناطيسية التي تنشأ في المغناط التي تحتوي على أقطاب مغناطيسية قطب شمالي وقطب جنوبي القطب الشمالي سيجدد إلى قطب جنوبي لمغناطيس أو ساق مغناطيسية أخرى والقطب الجنوبي مع الجنوبي أي بذل ما قانون يسمى قانون التجاذب والتنافر الكهربائي والمغناطيسي نقدر أن نحدده بقانون واحد أو بتسمية واحدة أي الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب هذه أين؟ في المغناطيسية والشحنات الكهربائية تتنافر والشحنات الكهربائية تتجاذب في الكهربائية وهذه الأشكال التي لدينا ألاحى أن هنا انجذاب قصاصات الورق من المشط المدلوق بمادة حتى يمتلك شحنة كهربائية انسحبت أو انجذبت هذه الورقات إلى المشط بفعل القوة التجاذب الكهربائي وكذلك الحال في التجاذب المغناطيسي بين قطعة من الحديد من المواد التي سبق وانا تعرفنا عليهم في دراسات سابقة التي تدعى المواد الكثيرة المغناطيسية تأثرت بساق المغناطيس ذو القطب الشمالي والقطب الجنوبي إذن أنا تعرفت على نوعين من أنواع القوة المؤثرة أو ذات التأثير الغير مباشرة راح أشوف أنه أنا هنا النوع الثالث من القوة هي القوة النووية القوة النووية عزيزي الطالب هاي القوة النووية تنشئ بين نواة الذرة الواحدة تتقسم إلى نوعين النوع الأول تسمى القوة النووية القوية وهي التي تربط مكونات النووات أي هاي المكونات إن شاء الله في الصف السادس العلمي راح تتطرق لها بشكل واضح تسمى نيكليونات مع بعضها يعني أنا هنا من خلال هاي القوة النووية اللي موجودة عندي أجزاء النووات داخل النووات أكوبروتونات موجبة الشحنة والنيترونات متعادلة الشحنة لكن آن هاي القوة اللي راح تخليها في حقا قوة سمقا قوة الربط النووي راح تربط هاي النووات هاي القوة قوية جدا فتسمى عفوا قوة القوة النووية القوية والنوع الثاني من القوة تسمى النووية الضعيفة وهي المسؤولة عن انحلال جسيمات ألفا التي تحدث داخل النووات من هذا الإجاز عزيزي الطالب اتعرفنا عن أنواع القوة والقوة كان فيها نوعان نوع بتأثير مباشر بحالة تماث عن طريق سحب دفع لي تدوير إلى آخره هذا لكلهن بشكل مباشر أما النوع الثاني من القوة فهو راح يكون من أنواع القوة التي تؤثر بشكل غير مباشر على الأجسام وتعرفنا أنه هي القوة القوة الجاذبية وقوة قوة النووية والقوة النووية عرفناها بنوعين الضعيفة القوية والضعيفة وقوة التجاذب والتنافر الكهربائي هذا الموضوع هنا عرفنا أنواع القوة راح أتعرف الأجسام في حالتها الحركية بتأثير تلك القوة أو صافي القوة القوة راح تكون بيها محصلة راح تكون باتجاه لأنها كمية متجهة لها مقدار واتجاه راح أخذ محصلة القوة هذه المحصلة القوة راح أشوفها من تأثر على هذا الجسم ممكن أن تحركه ممكن أن تغير حركته أو تحاول من تغيير حالتها الحركية وهذا هو تعريف مفهوم القوة درس القادم إن شاء الله سوف نتطرق إلى مفهوم القصور الذاتي وما هو القصور الذاتي دمتم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر